معلومة مهمة من البحر الأحمر حج أحمد محمد النهاردة بيناورني من الغردقة زاك حج أحمد عملي يا أخبارك نورتني وتشرفنا بك الحلقة دي اللي بعملها عشان أفيد العينين لما كنت زمان أوصف حاجة العين يقول لي طيب وانت شعرفك طيب ما تجيب واحد فعلا عنده الحاجة دي فانت عندك حاجة اسمها زبحة صدرية يعني بيجي لك وجع في صدر كما تمشي يعني ان شرايين قلبك ديئة فعايز اسألك سؤال اوصف الوجع اللي بيجي لك بيبقى عمل ازاي بيبقى في قلن في الصدر اه عمل ازاي و بعدين يعني ياخد فترة كده بتاع يعني دجيجة اه وخلاص يروح واول ما تقف يروح فين مكانه افشة كده تجيلك مع المجهود ولا انت مرتاح عامل ازاي حرقان ولا افشة ولا حرجان عامل يسمع في حتة تانية في رأبتك في رعاتك لو مشيت يجيلك تقف يروح لو مازلت من جهود ومشيت وصلت في المشي كويس يوم يجي بالضبط كده اققب كده شوية او ااخد مثلا من جرس من تحت النسان يريحك متاس المعلومة دي بقى كنت اقولها لحج احمد بس قلت حرام يستفيد منها كل الناس وابنه محمد وايف قدامي المعلومة تقول اه صحيح مفروض نعمل اسطرة العين زي ده لان الوجع اللي عنده ده وجع من القلب لانه بيجي مع المجهود ويوقفه مش نغزى في العظم ولا حاجة بس لازم الاول اضبط الحاجات اللي عملت له الوجع ده طب هو عنده ايه بارز عشان يخلي الوجع ده يجي عنده كذا حاجة اوله من ضغطه عالي جدا مفروض الطبيعي الانسان يبقى ضغطه مئة وعشين تمانين ولما يمشي شوية ميت متري بقى مئة و يطلع دوري بقى مئة وثلاتين يطلع كمان يطلع عشرة دوري بقى ضغطه مئة وثلاتين وقلبه بيدق بسرعة فينك في الدور العاشر مثلا هو دلوقتي هو وعد قدامي ضغطه مئة وثلاتين يعني كأنه في الدور العاشر يعني دور كمان بالنسبة له كأنه الحداشر فيجيله الوجع من دوره وهو مفروض يجيله في الدور العاشر فاقل واجب قبل ما اعمل له القسطرة او افكر فيها ان انا انزل له ضغطه يبقى مئة وعشين ولا مئة وثلاتين زي الطبيعي انا ازل له دققات قلبه تبقى ستين ولا سبعين دقق زي الطبيعي انا ازل له الكوليسترول بتاعه ازبط له السكر بساعة ازبط له الضغط وضربات القلب بتاعته ااملين ان احنا نصور معاك المرة الجاية والوجع راح ولو ما راحش زاعتها بقى فكر في اسطرة بس ان شاء الله يجون راح المعلومة التانية بقى اللي انا عامل الفيديو ده علشان وبالله عليك خلي بالكم منها زعلت قوي لما رجله وجعته وراح مستشفى من المستشفى اما الدولو مسكن موبك ده مسكن مسكن يعني مسكن والدولو كمان سيليكوكسيب ده مسكن برضو يعقو فولترين وبروفين وكتفلام المسكنات التي من العائلة اللي هي اسمها نانستيرويدا المسكنات ومضادات الالتهاب خطر جدا على مريض الضغط لانها ترفع الضغط لو خد البرشام ده او خد كم حقنة من المسكن فولترين كتفلام بروفين موبك ضغطه ممكن يبقى امتين ولا امتين وشوية اصلا هما لما كان في المستشفى بيصرف اسولوا الضغط لقو مية وتسعين خافوا يدون المسكن هلولوا انزل اول الطارق خد لك برشامة تظبط الضغط وبعدين تعالى نكتب لك ده والمسكن طب والبرشامة بعد ما مفعولها هيروح بعد كام ساعة وييجي من ليلي ياخد حباية المسكن وييجي تاني يوم ياخد حقنة المسكن وتلت يوم ورابع يوم على خمس يوم ضغطه هيبقى امتين وشوية يجيله نزيف في المخ من فضلك يا من هو مريض للضغط ممنوع تاخد مسكنات من العائلة التي ترفع الضغط زي الفولترين والكتفلام والبروفين والموبك والسيليكوكسيب والحاجة اما لاخد ايه مسكن لو رجلها وجعاني ولا اي حاجة بتوجعني بنادول او برامور بنادول اللي ازرع هو ده زي اللي بيجي في تنفيزوني اللي هو البرسيتامول يعني هذا لا يرفع الضغط وامن على الكلة وامن على مرضى الضغط تحياتي ليكم يا رب تكون المعلومة دي مفيدة حلوة المعلومة ايه مساحة الحاجة هتشتغل انت فكرة تحياتي ليكم في امان الله